كشفت وسائل إعلام إسرائيلية عن خلافات بين رئيس الأزراء بنيمين نتنياهو ووزير الدفاع وفجالات وأشرت وسائل الإعلام إلى أن الخلافات تأتي على خلفية منع نتنياهو لرئيسي الموساد والشباكة من حدور جلسة لحكومة الحرب مع مرور الوقت وبعد أن أعطت جيشها الضوء الأخضر لشن عدوان مستمر على المدنيين في قطاع غزة تظهر في إسرائيل معالم خلافات حادة ناجمة عن طريقة إدارة الأمور والمستجدات السياسية والميدانية وسائل إعلام إسرائيلية كشفت عن نشوب خلاف بين رئيس الوزراء بنيمين نتنياهو ووزير الدفاع يو آف جالنت على خلفية منع نتنياهو رئيسي جهاز الاسخبارات الموساد ديفيد برنياع وجهاز الأمن الداخلي الشباكة رونين بارا من حضور جلسة لحكومة الحرب وأضفت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن جالنت قال لنتنياهو إن منع مثل هذه اللقاءات يضر بأمن إسرائيل وفي حين نفى نتنياهو وجالنت وجود مثل هذه الخلافات أفاد موقع إخباري إسرائيلي بانتهاء اجتماع المجلس الوزاري المصغر عاقب خلافات حدة بين رئيس الأركان هيرتسي هاليفي وعدد من الوزراء بسبب تشكيل فريقا للتحقيق بأحداث السابع من أكتوبر الماضي وهو ما دفع نتنياهو لإنهاء الاجتماع الذي كان مقررا لبحث مرحلة ما بعد الحرب على غزة وأضاف الموقع أن الجلسة شهدت مشادات حدة مشيرا إلى أن وزراء بالمجلس المصغر هاجموا رئيس الأركان الإسرائيلي بسبب تعيين شؤول مفازة الذي أشرف على تنفيذ خطة الانسحاب أحادي الجانب من غزة عام 2005 على رأس فريق التحقيق الذي سيكون معنيا أيضا بالتحقيق في سير العمليات العسكرية في غزة من جانبه أشار زعيم المعارضة يئير لبيد إلى المشادات والخلافات بشأن التحقيق في أحداث السابع من أكتوبر ووصفها بأنها تعد ووصمة عارة مطالبا وزراء الحكومة بالرحيل عن سدة المسؤولية بشكل ثوري